مرحبا برج الثور هذي قراءتكم العاطفي القراءة تصلح حق الطالع والشمسي والقمري هاليوم بسوي القراءة باسلوب المرأة يعني انت على هاي الجانب والحبيبة والشريك على الجانب الاخر ونشوف اختلاف الطاقة بينكم ودوافقها خلال الشهر ممكن ايضا انت ناصبك الجانب الاخر فخذ القراءة بما يناسب طبيعة علاقتك مع الشريك راح نشوف اول شي جانبك انت يا برج الثور ورابع كرت الكرت الاولي راح يكون الطاقة العامة او الطاغية على علاقتك مع الشريك خلال الاسبوعين القادمين من هالشهر نشوف الشريك الطاقة العامة والطاقات المتفرعة عندنا نشوف اهني برج الثور اول كرت عندك الامبراطورة مقبل على فترة نعم مادية اكثر من العادة وفترة راحة فترة رخاء وكأنما قاعد تتباه بالرخاء امام الشريك وامام اللي حولك برج الثور اشوفك هني عندك طاقة الامبراطورة وهي طاقة برج الميزان الشريك او الحبيب عنده طاقة ايضا برج هوائي وهو الجوزاء اهني شوف ما بين الكرتين اشوف ان طاقتك جدا راح تكون من سجمة مع الشريك الفترة القادمة او خلال الاسبوعين القادمين انت راح تمتلك اذا كنت بانتظار اموال او بانتظار مثلا ورث او دفعة مالية راح انت تملكها اكثر من الشريك في الفترة القادمة او على الاقل راح تملك او يعطيك الشريك لانه يحبك لانه عندنا كرت العاشقين هني راح يعطيك التحكم المالي المطلق والثقة التامة فيك راح يقولك انا اثق فيك تحكم انت بامور المنزل او يعطيك الاموال مثل الامانة عندك انت هني تشعر بالازدهار بالبهاء كأنه ما قاعدت باهي اهل الشريك المجتمع محيطك الخاص انه شوفوا فلان او شوفوا حتى فلانه شلون واثقة فيني درجة الثقة العمياء هني بما ان العاشقين ممسكين بعض وهم ومضين عينهم بيما معناه الثقة راح تكون عمياء من الناحية المالية وايضا من ناحية ان الشريك هو اللي راح يضخ امواله فيك خصوصا اذا كنتوا مقبلين على فترة خطوبة او زواج راح يعطيك انت في يدك المبلغ الكبير المبلغ الكامل ويقولك انت تصرف اذا داخلين مشروع شراكة مع بعض او بناء راح يعطيك كأنه ما يرجع بعدين الى البيت ويخلي الاموال عندك يستودعها عندك انت راح تحكم او تحسن التصرف فيها راح تكون خير مؤتمن ولكن في نفس الوقت عندك طاقة التباهي خلا نشوف باقي الكرتات اهني اول كرت ملك النار او ملك الاخصان يقابله الخماسيين شريكك في الفترة القادمة يقولك يا برج الثور انت في الماضي احتمال اني ما وثقت فيك او ماك انا كنت عند حسن ظنك انا يا برج الثور كنت اتصرف بطريقة عشوائية بطريقة ساذجة غير ناضجة طاقة المراهقين عندنا هنا انزين ما كنت اتصرف او احسن التصرف ولكنني اثق الحين ان انت يا برج الثور اللي لازم تضع الخطط لنا اذا كنتم مقبلين مثلا على انتقال او زواج راح ينظر لك الشريك انت عشان تيتحدد اي كثر اموال راح تصرف في هاي الجانب اي كثر اموال راح تصرف في هذاك الجانب وحتى مثلا لو مقبلين على زواج من اللي راح تدعوه عصد تحكم في يدك أنت كأنما يقول لك أنت تفصل وأنا ألبس أنت تخيط وأنا ألبس واثق في حكمك عندك طاقة ملك طاقة النضوج طاقة أثبت نفسك مو فقط للشريك يا برج الثور أنت أثبت نفسك على المدى الطويل لأن هذه هي طبيعتك الترابية ولكن كأنما هنا إثبات النفس راح ينتقل إلى من طبيعة ترابية إلى طبيعة نارية النار هي طاقة الأفعال طاقة الأوامر المباشرة طاقة أني أنا أنظر إلى مصلحتي أو مصلحة علاقتنا قبل أي شيء ثاني والشريك أيضا راح يكون متجاوب معاك بشكل جدا جميل في الفترة القادمة لأن أنت هنا أشوفك اللي تتحكم على أي رجل أو على أي خماسي يضع رجلة التحكم راح يكون عندك أنت مثل العصى اللي تأمر فيها وتنهي على الشريك في الفترة القادمة وإن كانت عنده إذا كان ينطبق عليك هذا الشيء وشريكك في السابق كان عنده خيارات أخرى فتأكد أنه في الفترة القادمة راح أنت تكون الخيار الأول بالنسبة له راح يتخلص من هاي الطاقة قاعدة أشوفها تروح هذه الطاقة لأنه يشوفك أنت بعين الشريك المثالي الشخص الموثوق مستودع أسراره الكرت اللي بعده عندك أربعة السيوف أربعة السيوف لحد الآن عندك مخاوف عندك نوع من المخاوف لأن السلطة أو القوة قاعدة تتحول تجاهك مرة واحدة تعرف لما يقولك إحنا ما نخاف من الفشل كثر ما نخاف من النجاح نخاف أننا نستيقظ يوم من الأيام كل ما نحلم فيه تحقق عندنا ما راح نقدر نستوعب هاي الطاقة عندك طاقة كبيرة قادمة في طريقك من القراءات السابقة ترى تدي تشوفها تجاه برج الثور قادمة في الطريق طاقة الامبراطورة الرخاء المطلق الأموال مع الزرع مع الازدهار مع الأبناء كل شيء خصوصا إذا كنت تحاول أيضا أنت والشريك في الإنجاب راح يكون فيه راحة بعد التعب أقابل طاقة أربعة السيوف العربة كأنما أنت في البداية هنا راح تكون سعيد أنك تعطي الأوامر في طاقة ملك النار تقول للشريك سو تذي لا تسو تذي بنعزم فلان ما بنعزم علان راح نروح هذه الدولة أو نسكن في هذا البيت أنت تختار أنت عندك طاقة الاختيار وطاقة التحريك للشريك ولكن بعد فترة لما تهدأ الطاقة عندك تبتدي تستوعبها يعني صير لها مثلا كم يوم أو أسبوع راح تبتدي شوي تدخل في طاقة التخوف طاقة أريد أن أرجع إلى طبيعة المرتاحة قبل هذا الوضع طبيعة المريحة طبيعة اللي ما عندي فيها الكثير من المسؤوليات لكن الشريك هو اللي راح يكون سندك في الفترة القادمة راح يكون فيه توافق جدا جميل بينكم لما أنت تتعب وهو راح ياخذ عنك دفة القيادة عندنا كارت العربة كارت برج السرطان عني أيضا عندنا الأبراج النارية ولكن راح أقرأ الأبراج الرئيسية البرج الرئيسي للعربة هو برج السرطان كأنما الشريك لما أنت تتعب شفت في نوع من السباق الجري يكون فيه تتابع من شخص إلى شخص كل فريق يقف عند منطقة معينة كل شخص في الفريق وكل شخص يحمل الراية أو العلم إلى فقط مسافة معينة بعدين يتعب هذا الشخص يكمل شخص من الفريق عن المشوار راح تكون شديد طاقتك مع الشريك في الفترة القادمة خصوصا إذا كان فيها انتقال سواء انتقال إلى مدينة انتقال في عمل انتقال من العزوبية إلى الزواج انتقال إلى مرحلة دراسية جديدة راح يكون الشريك جدا متوافق معاك وتعجبني طاقته لأنه مو أثنيكم تحاولون تتحكمون في نفس الوقت لا في البداية راح يعطيك اندفت القيادة لما أنت تحس الموضوع صار وايد عليك أو تعبت أهو اللي راح يمسك بلجام الأمور والتحكم ويأخذ المسؤولية عقبك جميل هذا أحب طاقة سباقة تتبع اللي بينكم نشوف آخر كارت خمس الخماسيات خمس الخماسيات أحبك لمساعدة الآخرين يا برج الثور في الفترة القادمة احتمال سيمثلك نقطة ضعف شوية لأن أنت قاعد تصعد مع الشريك أو تدخلون على مرحلة جديدة فما تقدر في هذا الوقت في نفس المرحلة تتحكم بزمام الأمور في حياتك أيضا تساعد المحتاجين أو تساعد أحد من الأهل والأصدقاء اللي يطلبون مثلا وقتك أموالك يطلبون اهتمامك لمشروع معين مثلا ملك الأكواب شركك سيكون متفهم ولكن شوف لما يكون عنده ملك الأكواب معناته صح أنت لك الحكم في الأمور المالية في الفترة المقبلة وشريكك سيساندك ويثق في حكمك ويسمح لك حتى باتخاذ القرار ولكن لما يأتي الموضوع إلى نصيحته مو معناته أن أنت عندك تتحكم أن ما تسمعت لنصيحة الشريك عندنا طاقة الأبراج المائية هنا قلت لك هنا السرطان ممكن أيضا نكون حوت أو عقرب إذا شريكك نصحك أن مثلا هذا المبنى ما يصلح هذه الجامعة ما تصلح أو خلنا مثلا نسوي العرس أصغر من شذي أكبر من شذي التفاصيل أو مثلا لا تعطي أموالنا اللي احنا نحتاجها في الفترة المقبلة إلى الأصدقاء أو الأهل اللي يطلبون منك حافظ على الأموال أحرص أنك تسمع نصيحتها لأن ملك الأكواب دائما نواياه طيبة تقدر تثق فيه تعتمد عليه تعتمد عليه ما راح ينصحك من أجل أنه يتحكم بدالك هذا ما ينظر شريكك في الفترة القادمة ما ينظر إلى الرغبة في السلطة سعيد جدا وفخور فيك حتى ملك الأكواب دائما هو طاقة الأبي الفخور فخور فيك أنه أنت في النهاية وصلت إلى طاقة أنا أمسك بدفة التحكم ولكن في نفس الوقت لا تسمح لطبيعتك الطيبة اللي دائما تحب تساعد فيها الآخرين سواء بالأموال أو بالوقت مثلا رابعك أو أصدقائك يطلبون منك وكفة الآخرين يطلبون منك أنك تعمل أكثر وقت أو تعمل overtime مهما كان الموضوع في الفترة القادمة دائما أحرص وإن كانت دفة التحكم عندك أن تشاور شريكك تعتبره مثل المستشار الحكيم اللي تقدر تحدمد وتثق بنوايا خذ راية قبل ما تقبل على أي خطوة بتقولي ليش؟ بقولك لأنه لا تنسى أنه هو رح يكون الشخص اللي واقف معاك يتحمل نتائج قراراتك رح يأخذ الدفة بعد ما أنت تتعب ويكمل المشور فبما أن هذا عمل جماعي لازم يكون فيه تنسيق رح أشوف كيف رح تتطور الأمور بينكم خلال هذا الشهر أو إلى أين ستصل أوكي هذا كرت بردثور نشوف الكرت الثاني للشريك وقدت لك ممكن الجانب الثاني هو اللي تحس أنه يناسبك أكثر فخذ الجانب اللي تحس أنه يناسبك مع الشريك هذا الجانب الشريك وأتوقع أيضا أن شفت كرت طاقة مائية عشر الأكواب السعادة الكاملة الأسرة المستقرة تقليدية ولكنها مستقرة وفيها الكثير من الحب في نفس الوقت وإنت عندك بالضبط أوه سوري معشرة الأكواب الكوبين طاقة السلمة طاقة الحب طاقة اللي ممكن أسوي أي شيء عشان أنت ترضى عني وإنت عندك عشر الخماسيات قلت لك الكثير من الأموال أو على الأقل لوموا الأموال نفسها وإنما القرارات بخصوص الأموال ممكن يكون الشغلتين حتى القرار أو حكمك الأخير الأموال على وين تصرف ولمن تعطى وعلى من يمكن أنت هنا بعد عندك طاقة تريد أن تمنع أشخاص معينين من الحضور إلى زواجك من أن يعرفون عن أمرك مع الشريك ما تبيهم يعيشون هذه المرحلة من الإزجهار معاكم لأنه كأنما تراهم هنا كما الأعداء يمكن أنت بعد اللي تشوفهم شدي وما تثق فيهم ما تبي تدخلهم في حياتك شريك يقول لك خلال هذا الشهر رح نجساز رح نجساز هذه المرحلة مع بعض أنت أؤمر وخلني أنا أحبك أنا رح أعطيك طاقة الثقة طاقة اللي مستعد أكون معاك سواء وهذا طاقة جميلة شريكك مو رح يكون معاك أو يقف معاك فقط لما تختار الخيارات الصحيحة لا حتى لما تخطأ يا برج الثور حتى لما تختار تحط أموالكم أو تقوم حتى ببعض الاستثمارات في الوقت أو في الجهد أو حتى تحط ثقتك في ناس خطأ بعد سيوقف معاك بعد ما رح يتخلى عنك طاقة السولميت أو توأم الروح وعشر الخماسيات طاقة الأسرة مجتمعين مثل ما تشوفوا هنا الأسرة العائلة الأهل السعادة الكاملة عشر الخماسيات هي مرحلة نصل فيها مع بعض مو جهد فردي وأيضا لما نصل إلى هذا الكمال لأن أعلى رقم في التار هو عشرة نقدر نتباهي قلت لك من البداية عندك طاقة التباهي الإمبراطورة طاقة أنا أملك كل شيء الزوج الأموال السعادة وإن كنت الحين تحس إنه مواملك كل شيء تأكد إنه معنى هذه القراءة إنه هذا الشخص أوكي رح تقدر معاه تحصل الشخص اللي بهذه المواصفات رح تقدر تحصل معاه على كل ما تتمنى أنت على الطريق الصحيح عديد برج الثور ترجمة نانسي قنقر